السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الكيتونيين أعضاء أسرة كيتو تشاك جالي استفسار بخصوص على الجروب فحابت أن أنا أعمله فيديو عشان يكون الشرح أسهل من الكتابة دلوقتي في الناس اللي هي بتقول أن أنا ما بنصحش بالـ overtraining أو زيادة التمرين حتى للناس الكيتونيين طبعا هنا مش أصدي على قوة التمرين أنا أصدي على فترة التمرين ما بتبقاش طويل عشان ما ندخلش في مرحلة overtraining أو زيادة الإجهاد على الجسم طيب فبيسألوني طيب إذا كان أنت بتقول كده للناس اللي هما بيعتمدوا على النشويات وده منطقي لأن إحنا عارفين أن مصدر النشويات أو للمخزون النشويات في الجسم هو جزء بسيط أو محدود فبتالي لما بيخلصوا المخزون ده يبتدوا يتحولوا على العضلات عشان كده بنقول لهم ما تزودوش فترة التمرين لفترات طويلة عشان ما ندخلش يبتدوا ينحرق من العضلات طيب ليه بالنسبة للناس الكيتونيين اللي هما بيعتمدوا على الدهون واللي أنت بتقول عندنا مخزون من السعرات الحرارية اللي يكافين أن احنا نمشي من الرياض لحد جده من غير من ناس تنفذ المخزون دوت الفكرة في حاجتين أول حاجة أن الجسم طبيعته ما بيحبش يعتمد على مصدر طاقة واحد ده من نعمة ربنا علينا أن الجسم يعتمدش على مصدر طاقة واحد في معنى أن الناس اللي هي عندها مخزون أو بتعتمد على النشويات كمصدر للطاقة ففي مصدر بديل اللي هو الدهون أو في مخزون بديل الدهون فلما يبتدي بعد فترة من الجسم يبتدي يخلص المخزون قبل ما كمان يخلص المخزون من الجلايكوجين أو النشويات يبتدي يعتمد على المصدر الثاني كمصدر للطاقة ولو خلص المصدر الثاني أو ابتدى يقل يبتدي المصدر الثالث اللي هو البروتين طيب إحنا عندنا في الكيتونيين اللي إحنا بنعتمد على مصدر الأساسي بتاعنا اللي هو الدهون اللي بيحصل برضه إن من نعم ربنا إن الجسم بيخلي عشان يحمي نفسه إن إحنا بنعمل في الكيتو عكس طبيعة الجسم يعني الجسم المفروض إن هو بيحب يخزن فإحنا في الكيتو بنحرق دهون أكتر فبالتالي عشان الجسم يكون عنده مصدر طاقة بديل نبتدي أول حاجة إن هو يخلق أو يصنع الكربوهيدرات من مواد غير دهنية عفوا من مواد غير ناشوية زي الدهون وزي البروتين اللي إحنا بنكله من الأكل طيب في حالة إن إحنا مسلا مكنناش كمية البروتين كافية تساعدنا إن إحنا نصنع السكر من البروتين اللي جاي من الأكل يبتدي الجسم يعتمد على البروتين اللي موجود في الجسم اللي هو على هيئة عضلة عشان كده بنقول ما نزودش فترة التمرين لفترة طويلة جدا أنا مش بتكلم يعني إحنا بنقدر ندي تمارين فترة طويلة بس في حتة إليها في ناس تقول لك أنا أبايت في الجيم أنا أعود لي ساعتين تلاتة في الجيم ده اللي أنا مش بنصح به الحاجة التانية إن الجسم في مرحلة التمرين بيبتدي يدخل في مرحلة حاجة اسمها الاسترس أو الضغط يبتدي في مرحلة الاسترس أو الضغط دي يطلع بعض الهرمونات اللي هي بنسميها هرمونات الاسترس والكاتيكولامينز والكلام ده اللي هي المفروض إن هي دورها بتساعد الجسم إن هو يتأقلم مع الضغوط الموجودة في التمرين ده زيادة إفرازها أو زيادتها عن الحد الطبيعي يبتدي كمان الهرمونات دي تبتدي تقلق تحرق في العضلات زي ما بيقولوا يعني او بتستهلك العضلات وتحولها الى سكرية. ده في حالة برضو انا مش بتكلم كده ان واحد بيعمل تمرين ساعة ولا ساعة ونص. لأ في ناس ممكن تقعد مثلا بعد ما تخلص الحديث ومدخل ساعة ركارديو مع ساعة مش عارف ايه فده اللي انا بقوله عليه اللي هو اللي احنا مش عايزينه في سواء في الناس اللي معتمدة على النشويات او حتى الناس اللي معتمدة على الدول واحنا في انتظار استفساراتكم واسألاتكم على السواء على على التليجرام كيتو تشيك على التليجرام او على صفحتنا على الانستجرام او على الواتس بتاع خدمة العملة بتاع كيتو تشيك